شارك وزير الخارجية سيمح شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية ناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين ومشروعات القرارات التي سترفع لها والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية المهمة في مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية كما ناقش الوزراء ملفين أحدهم اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة